طيب الوفد قالت الأهلي يرفض اتجاه الجبلية لتقلص الأجانب ومؤكد أن الكلام على أنك أنت بتجبرني فجأة أخلي بالعود اللي موجودة الوطن قالت ترشيح مدرب برتغالي كبير للأهلي تحسبا لرحيل موسيماني الجنوب أفريقيا ما تيجي نشوف الخبر ده لأينا إيه الأهلي يرفض اتجاه الجبلية وقال لك أن خلال مكالمة تليفونية من سيد عبد الحفيز مع أحد أعضاء مجلس قدارة النادي الأهلي ونبي نسمي ده كده نسمي ده كده إيه هو استنتج أن الأهلي عنده خمس لعيب أو مش همماش وحيسيب لعيب إزاي وعنده اتنين راجعين امتدى يحط لك المشكلة أن تخص الأهلي عشان يبتدي الناس تشتغل على أن لا بقى حنيعملها ما أنت أي حاجة رفض الأهلي الناس يتمساكوا به تسعى الوطن بيقول ترشيح مدرب برتغالي كبير للأهلي تحسبا لرحيل موسيماني الجنوب أفريقي يرحب برحيل محسن نهاية الموسم والنادي يمهد لبايعه مقابل عاطف طيب دخلنا بقى فيه ده اسم جديد صلاح محسن يعني مش ممكن يعني ده يعني يا أخوان ما سابوش لعيب إن الموسيماني مش عايز يمشي وبعدين يما تصادف بقى تيجي في لعيب ولا اتنين منهم ويقولك ما احنا قلنا هو أنت سيبت لعيب في النادي قالي ما مشيتوش طيب بالأخبار قالت جدل حول مصير موسيماني مع الأهلي وانتظار عوداته غدا بيتسو يقول الفريق يريد الفوز دائما ولذلك لا يستمر أي مدرب وزوجته تؤكد الناس ليسوا سعاداء أبدا برغم ما يفعله في الأهرام مسيماني وزوجاته تاني 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 مشكلة الناس مش الناحة الفنية قوي مشكلة الناس إن حاسة إن الشغف بيقل وعايزك في ساعة ما يعني يبقى فيه طب تشوفك بتطلع بقى وتبص عم ناشئين يعني وده اللي حيعمله الفطرة جاء بإذن الله لو استمر كابتن وصام حسن مبارح بيكلمني بقول لي أبو بيتسو أخباره ايه أنا بس لو يسمع كلامي والله العظيم حيكسر الدنيا قال له واحنا كده محتسين مع موسماني طب أبو بيتسو أخباره على فكر لاني قلتوله هو حكررهوله تاني وعلينا كماعة في الفند عشان تبقوا معنا بس دخل مستر موسماني وإحنا فهو في الظابر طبعا شكر المهندس عادل جدا وأخدوا بالخضن والترحاب الشديد لكن كان حريصا إنه قلوا ما يفاضر ما يفاضر فكلنا من ساعتها حتى إيهاب الخطيب بقال لك خلاص ساعد لي اسم أبو بيدس انت خدت وتنصحه قلت له قلت لك وقلتها هنا قلت له بلاش كلام كتير مالوش لازمة فيما لم تسأل عنه وخلي إجابتك محددة ومختصرة لأن كل كلمة هتقولها هيحصل لها تحريف وانت مش مفروض انك يعني تنجرف مع السوشال ميديا ابنك ومش سامع كلامه مالقام هو بيد هو هو الزهر دماغه هو من صغره كده لا يعني مقاليش لا اوكا 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 فارجوا لكن اما تبعك ومسلح يلا زاول خده على ادعاء طيب الاهرام قالت مسلمان وزوجته يشعدان أجواء الغضب في الاهلي المدير الفني يهاجم اللعبين واتجاه لفسخ تعاقده واربع مرشحين لخلافاته كل الكلام ده جماعة سابع لقوانه وكلها اجتهادات محمودة من الزمل الصحفيين بناء على انه النادي اعلن انه في فيديو كونفرنس اتعامل مع مستر بيتش موسيماني وتأجل الجمعة وثم تأجل ايضا لقاء مسؤول النادي مع بيتش موسيماني الحين عوداته هيرجع السبت هيكون في اكتماع هيرجع السبت في الرؤية حوالين مصير الموسيماني مبنية على وجهة نظر اللي بيكتب لكن كلها احتمالات اجتهادات محمودة لا يعني كلها احتمالات واردة يعني من خلال الحوار انت كراجل مخضرم في الإعلام هتقول ايه اه ده يقصده كذا والتاني يقول لك لا كل واحد يخده في الاتجاه الذي يريده ايه فطبعا في ناس كتير جدا عايزة موسيماني يمشي يقول لك ما ده ضرب في الاستقرار في التوقيت ده وتتعبل له النادي كم ماتش على اساس انه ايه على ما ييجي حد جديد يبقى كده رجعنا للصورة والمشأة من جديد والناس اللي عايزة يمشي يقول لك لا ده توقيت مناسب جدا اه في نص الموسم نلحق نتدارك الاخطاء كل ده ماشي كل اللي بتقوله ده مؤكد مؤكد مطروح لكن المسؤولية هتخلي الناس تاخد حاجة مش انتو مش متوقعينها اهم حاجة ان يضبط الاداء ويضبط اسباب الخلاف الثقافي اللي بين الادارة وبيتسو ماشي يا بوبيتسو طيب الوطن قالت الالي يتحصن ببند سري للاطاحة المسيماني دون خسائر مالية بس هو عرفه ذلك ترشيح شحاتة وسيزة لمنصب المدرب العام اما هو سري عرفه ذلك بقولك البند بقى وفقا لجالية الوطن بيقول انه في حالة تفعيل العقد ممافقة الطرفين قبل 30 يونيو الجاري يكون العقد اللاغيا ولا يعتد به ولا يحق لأي طرف وقتها مطالبة الاخر بأي حقوق مالية او مادية او مالية من اي نوع يعني قبل 30 ستة ايهما يستحق او يحقله فكل ارتباط بدون خسائر او بدون شروط جزائية الشروط قالت غدا لا ليستكمل اجتماع والحاسم مع موسيماني لعب وفاق سطيف يقترب من الاخمر كهربا مطلوب في فيوتشر واحد الوكلاء يعرض الشعباني لخلافة موسيماني طيب المصر اليوم تقليل صلاحيات موسيماني في الاهلي الخطيبة اشترى التعيين مدرب عام وخبير احمال وشركة الكرة تحسم الصفقات الجديدة زي ما المونتس عدلي قال لك كل ده تفسيرات للحالة اللي موجودة يصيب بعضها اجتهدات تكليلات لا وعلى هواء يعني انت بتقول تفسير اللي انت حبه بالزبط والجمهورية بتقول تقليل دور موسيماني في الصفقات والشحات يعود للامارات اجنحة الاهلي جديد في جديد ورجعت تقول كمان الجمهورية تاوم كي سوني اول الضحايا في الاهلي المصر اليوم الاهلي بيستعيد ديانجو معلول وتاو الماتش بتاع المغرب وجنوب افريقه خلص ازاي حاشوفها لك دلوقت وعدنا نعرف تاو لعب ولا ملعبش وعمل ايه المصر اليوم قالت الاهلي يا سعيد ديانجو معلول وتاو امام استر نكمبني والبحث عن عروض لبواليا ومكسوني خلال المركاتو الصيفي هنا برضو الكابتن على لعب عال المدير الفني الاستر نكمبني قالك لا لو ديانجو معلول وتاو رجعوا مش من حق الاهلي لعبهم ضد استر نكمبني احضر احضر